اسمح لي أن أنوه دكتور قاصد لهذا العاجل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للسي أن إن يقول عمليتنا في مجمع شفاء تستهدف حماس ومن المحتمل العثور على رهائن هناك ربما هنا سؤالي يعني كخبير عسكري في حال هذه العملية هي عملية بحسب بيان الجيش الإسرائيلي عملية محددة وضقيقة ومدروسة وما إلى ذلك من الذي ورد في هذا البيان كيف يمكن أن تتم كيف يمكن أن تدخل مثلا قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي إلى المبنى يعني كيف يمكن أن تحرك ما الذي ما المفترض أن يحدث في هكذا حالة في عملية من هذا الشكل جيش ومدجج بالأسلحة يدخل إلى مشفى بحثا عن رهائن أو حتى بحثا عن مسلحين يعني ما الذي نتوقع الآن الحقيقة يعني معروف معروف تقاليد الجيش الإسرائيلي في الاقتحامات سواء كان المنازل أو المراكز المدنية أو غيرها يعني لهم تاريخ طويل بعدم الإنسانية سواء كان من حيث التوقيت أو من حيث الأسلوب أو من حيث الأداء أثناء الاقتحامات وأثناء الدخول إلى هذه المراكز الآن هم متوقعين هذا المجمع من أكثر من يومين تقريبا اكتمل الطوق تماما في أخر 14 ساعة الآن بدأ يدخلوا في المجمع ويتحدثوا عن مكاتب وعن حماس وعن رهائن ومعروف أصلا حتى الرهائن يعني حماس ليس لا تمتلك